يعد هدر المياه والفشل الحكومي في إدارة الموارد المائية سببين أساسيين لمعاناة العراق من نقص المياه الحاد الذي اتضحت ملامحه في السنوات الأخيرة وأطلقت عدة منظمات معنية بملف المياه وقطاع الري تحذيرات من طرق تصريف المياه القديمة والمعمول بها في العراق ومنها مياه الأمطار فعلى الرغم من هطول الأمطار مبكرا هذا العام إلا أن 75% من تلك المياه يهدر دون فائدة حقيقية بسبب فقدان المشاريع المائية والبيئية بحسب مرصد العراق الأخضر المهتم بشؤون البيئة المرصد أكد أن 20% فقط من مياه الأمطار السنوية تغذي تجمعات المياه السطحية فيما تجد 5% من مياه الأمطار طريقها إلى مكامل المياه الجوفية ووفق بيانات إحصائية وخبراء فإن العراق يفقد من مياهه بالتبخير ما يفوق الثمانية مليارات متر مكعب سنويا لا سيما من بحيرة الثرثار التي يصفها خبراء بالمملحة نظرا لما يسببه التبخير السنوي من تراكم أملاح تقدر بنحو 15 مليار كيلوغرام سنويا واردات مياه العراق التي تبلغ 19 مليار متر مكعب سنويا لا يبقى منها سوى أقل من 3 مليارات متر مكعب من المياه حيث تستقر في السدود والخزانات الموجودة في البلاد فيما تأتي كارثة الهدر الكبرى متمثلة بطرق السقي البدائية حيث تذهب 80% من المياه المستهلكة إلى قطاع الزراعة فيما يفقد الباقي بالتبخير وزارة الزراعة اعترفت في وقت سابق بضرورة تغيير نظام الإرواء في الزراعة عن طريق جلب واعتماد المرشات ونظم الري الحديثة في سقي المزروعات ما يعكس حجم مشكلة الهدر وإلى جانب قطع المياه وتحويل مجاريها المغذية لنهري دجلة والفرات من قبل دول المنبع فإن فشل السياسات الحكومية وطرق الري غير الاقتصادية تسببت هي الأخرى بهدر أكثر من 80% من واردات العراق المائية